اشتركوا في القناة 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 يقول والله تعويل على تعويل على الدناس لا يحبه الماضي لشينه لأنه هذا مرسوما من الله سبحانه وتعالى هذا مخطط له إذا قام هو بهذر فعيل أو لم يقوم أيام من الله سبحانه وتعالى فنحن داخل نخلي عين بعين الله الأيام الخاضمة طبعا هي أيام سوداء أنا أقول كيار صريح العبارة صدفة مو أيام بيضاء العراقي لا يفرحون جربالكم احذروا احذروا جربالكم لا تفرحون أنه هذا انكتل وانكتل ترى ذول الفرس المجوش مشهورين بالغدر والخيانة دين أذول قتلوا سيدنا عمر قتلوا سيدنا عزمان أيضا ويا الخوانج وقتلوا وقتلوا سيدنا علي عبد الرحمن بن مرجم الورد قتلوا الحسن والحسين رضي الله عنه من الجميع دون زيبالكم ترى ما يرحمون ها دعني لا تقولوا والله والله لا 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 ما أصير ما أصير بعد الجهر قاسم قاسم هذا هذا المجرم القاتل اللي بي راح جهنم هو وقوة بومادي الموجز أقوله صريحة عبارة مو أم أحسن من دماغ شوداء الانصنة اللي قتلوا بالعراف بالملايين قل يقولوا بالبالكم حوضتهم اليوم تطلع النتائج اليوم تطلع النتائج بيوم واحد واحد وأني حيي الرئيس القادر مجاهد دونالد سرام الله يحفظه ويطولة عمره وقوله لا تقصر بعد لأنه استمر استمر بيه مقتل بيه ما تقصر تقصر وأني متأكد بالنهاية هما راح يقبون بعمل خليص مع دونالد سرامب وهو بيقضيه نعم أن يقتلون دونالد سرامب هذا بتأكد من عنده 100% وأني أشكرك نعم نعم شكرا جزيلا إليك أخي العزيز مشاهدين الكرام قبل ما أقرأ بعض النقاط حول قاسم سليماني وحول أبو مهد المهندس وحول العملية أرجع ونوه مثل ما نوهد في بداية البرنامج هذا الرقم الظاهر أسفل الشاشة حاليا هو للرسائل مكتوب للمشاركة عبر رسائل الواتساب لا أستطيع أن أستخدم الرقم هذا للاتصال أي شخص يحب ينتصل أرقام البرنامج الأخرى الذي تظهر بمكانه هي أرقام الاتصال هذا الرقم مخصص فقط للرسائل أي شخص يحب يرسلنا رسالة أتمنى تكون متبوعة باسمه ومكانه حتى من نقراها نعرف الناس هي من وين جايتنا ثانيا ردة الفعل الأمريكية كانت مستغربة بعض الشيء من كثير من الناس لأنه اختارت رأس قاسم سليماني اللي هو يعتبر الأقوى في العراق حتى أقوى من كل كتل السياسية ومن كل السياسيين الموجودين حاليا بالعراق قاسم سليماني سبب حزن في طهران سبب حزن للحكوم وسبب حزن لأتباعه لكن الفرحة عمت جرف الصخر ديالة، تكريت، الموصل، لمبار، الغوطة، حلب عمت كل هاي المناطق اللي فساهم قاسم سليماني في تدميرها وتهجير أهلها وقتل أبنائها ودمارها بشكل كامل كانت أكو حالة متضادة بالمنطقة البارحة أكو ناس فرحانة وأكو ناس حزنانة دولة اللي تأذوا منه فرحة وبمقتلة وذولة اللي شراح يصير بهم وراه لأنهم كانوا تابعين إلى حزنة وعلى مقتلة طبعاً قاسم سليماني كل الآراء كل المحللين حتى في تغطيات قناة الرافدين الكل أجمع أنه الوضع بالعراق والمنطقة قبل قاسم سليماني شيء وبعد قاسم سليماني شيء آخر أم أزهار من بغداد حياة شاء الله أم أزهار سلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها حياتي الله أختي بالنسبة إحنا فرحتنا هاليوم ما تقاس بمقتل هذا المجرم هو المهندس اللي أجرموا في حق الشعب العراقي وكتلوا الكثير ويتموا الكثير ومو بس العراق وإنما سوريا ويمن والبلدان الأخرى يعني هاليوم هاليوم الفرحة الأظمى إنه أما الجماعة اللي هما إلا من تمين إلا ماذا بحزنانين وبيعرفون شنو مصيرهم وحيصير إن شاء الله إن شاء الله اهتزت يعني كل الشيء صار عينك عينك يعني أمريكا هسا ستصفي كل المجرمين الموجودين في العراق وكل المشيات اللي تتأذي المتظاهرين واللي تتأذي قواعدهم فهنا يعني نقدر نقول نقدر نقول شوية أمريكا هنا صحة أو أمريكا ما نقول إحنا هو أمريكا هي مصالح تدور مصالح أصح وما تدور مصالح غيرها لكن هنانا أكو يعني مصالح مشتركة بين الثنين فهنانا المتظاهرين إحنا خوفنا هسا على المتظاهرين المتظاهرين أخذوا طرق سليم جدا لأنهم ليس لهم علاقة بما يجري ويقاسم ويغيره ويأمريكا فالمفروض يضعون قوات خاصة إلى المتظاهرين تحميهم تحميها الشباب لأن هذول ما عندهم قوة هو قوتهم العلم فقط العلم فقط فديهم قوة وحماية حتى تحميهم من الغادرين لأنه لا تنسى هذول الغادرين نهاية خاصة منظمة بدر والحكيم والدعوة وإلى آخره وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نخلص منها الوجوه الكئيبة اللي إجتنا وينفتح الفرج إلى العراق والنصر الدائم إلى العراق ودامة هذول بقوة المتظاهرين الموجودين وقوتنا من قوتهم وندعيهم ليل ونهار إن شاء الله الله ينصر العراق ورجعه مثل ما كان والله هو الموجود ونشكر رب العالمين على هذا النصر المدين على هذا المجرم الحقير اللي راح اللي كتله ملايين ملايين من العراقيين شكرا 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 إليج أم أزهار طبعا الموقف اللي أثار استغراب العراقيين بشدة خصوصا أنه العراق بتظاهرة العراق بثورة العراق شعبة وشبابة بالذات طالعين ضد النفوذ الإيراني ضد تغول الإيرانيين بالعراق وطالعين يردون يخلصون من هذا الأرض أو الدودة أو الحشرة أو القرادة اللي متحلبة به يردون يخلصون من شيء اسمه إيران يطلع عادل عبد المهدي ورمان كتل سليماني ويقول الفعل الأمريكي في العراق هو خرق للسيادة السؤال هنا لليش سليماني جاي بيدافع عن سيادك استاذ عادل عبد المهدي يعني من تقول الفعل الأمريكي هو خرق للسيادة هو قدت يا سيادة بقيتها بالعراق شو من هبوا ده بيقصف ويطب ويطلع وما حد يحكو يا شو الرئيس الأمريكي لما نجى زيارة لقاعدة عين الأسد وما أنتو ما تدرون وما شافكم نزل وسلم وحجها وقال خطابة وقركها بطيارته ورجع وين السيادة بالموضوع قاسم السليماني من يطبوا بسلاح ويروح ويطب ويطلع ويطيكم أوامر وين السيادة بالموضوع الميليشيات الإيرانية من تدفر بيبان الحدود وين السيادة بالموضوع وإنت لما تروح تبوث أيادي هناك وين السيادة بالموضوع هسه صار خرق للسيادة هي الحالتين خرق للسيادة لا هاي مقبولة ولا هاي مقبولة بس شوية حسي بشعبك وكافي يعني قول إنه الشعب ثاير عليه خلى داري مشاعرهم شوية أبو علي ويايا علي من الأحواز علي من الأحواز العربية حياك الله قاله قاله تفضل أخوي تعالى علي من الأحواز أكل تفضل تفضل أخ علي اتويايا على الهواء تفضل سلام عليكم بشرة بشرة لكل العرب والشرفاء بشرة بشرة لكل العرب والشرفاء بشرة لكل ممارات الشهداء احنا فرعانين جدا وتمنيت هذا الشيء يصير عليه يد الأراغية من الأفطار والشرفاء السوار نعم والله والله فرعانين جميع فرعانين ضاير الشيء يصير على الهواء بعد أن أتوى من الأحواز أتكلم وأشكركم نعم نعم شكرا شكرا لك أخ علي عندي اتصال من لندن سلمان حياك الله يا سلمان سلام عليكم سيد أفد عليكم السلام الرحمة والإكرام الله يبارك بيك والله أنا اليوم كلش مرحان نعم بمقتل الطاغية قاسم سليماني نعم الحمد لله رب العلاء جهنم وبإسم أطر أنني الشعب العراقي بمقتل قاسم سليماني بس أخي بس ملاحظة نعم أكوا بعض القنوات نطلعيهم على الصور الشهيد قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس نعم شهيد قتل الأبرياء هم سنين هم مجرمين وإن شاء الله الدور لهادي العامري وقيس الخزعلي إلى جهنم وبس المصر سنهم مثلهم إن شاء الله نعم وسلامي إليك بالصحة والسلامة سلمك سلمك أخويا سعد من السعودية حياك الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعركة الله فيك يا أخونا الحمد لله بسم الله أنا ناير أول قمت الفجر وكان أول خبر أشوفه بحياتي هذا المقتل هذا الطغمة النجس قاسم سليماني والحمد لله أنا ما الله أفرح أمهات ثوار هذول اللي مات والناس اللي قتلهم في سوريا وقتلهم عندكم والحمد لله والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام أخ سعد أخ سعد هذا الحال اللي أنت وصفته ومو حالك أنت بس حال جميع شعوب المنطقة خصوصاً اللي ضرروا من قاسم السليماني وأفعالها بالمنطقة يعني بسوريا وزعوا الحلويات العراق كلما نام البارحة خصوصاً العراقيين المغتربين اللي اللي عايشين بالخارج كلهم يتابعون الأخبار أول بأول تردد الأحداث يعني أو تسلسل الأحداث اللي صارت البارحة الضربة اجدت أخبارها من وقت وكل العالم سمعت أكو ضربة يمن المطار مطار بغداد لكن ما حد شام تخيل أن الضربة الأمريكية راح تكتل الحليف هذا الحليف اللي اللي ساعدته الولايات المتحدة الأمريكية على تدمير المدن ساعدته في حرب اللي مسمى ضد الأرهاب ساعدته بالحرب اللي الدعوا أنه هي ضد الأرهاب أرهاب تنظيم الدولة بين قوسين داعش اللي هم دخلوا أنه ما زدمروا بين مدن وكتلوا ناس وهجروا ناس وهجروا أهليتها وكلها 90% من الموصل والأنبارها سمهدمة نتيجة الحرب المزعومة مع الإرهاب فأنت الحليف لما يكتل حليفة كانت هناك صدمة وهناك المفاجئة ساعد من الكويت ويا نحياك الله السلام عليكم عليكم السلام الرحمة تسئلة يا أستاذي عليكم السلام الرحمة تفضل أستاذي بالنسبة هل هم من لوث المياه العراف والأنهار نعم كذلك يا أستاذي كم عدد من قتلهم هؤلاء الأشخاص الاثنين وهل هم يحملون الجنسية العراقية وهل هم من جمر أسواق جلولة وجرس الصخر وكذلك بعض المدن في الموصل والفلوجة هل هم هؤلاء الذين قتلوا البشر في العراق أرجو الإجابة يا أستاذي يا محترم ونحن مع الاقتصام والاحتجاج يا أستاذي تحياتي لك يا أستاذي يا محترم يا أستاذي أخ سعد سأجيبك لكن عندي اتصال من السعودية أبو سعد حياك الله أبو سعد السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام تفضل أخوي لكن هذه لعبة كبيرة لعبة أمريكا مع خاميني قد يكون خاميني يضالع مع الأمريكان المخطط يعني غام سليمان مجرد بيدغ على هذا يضحون فيه عادي مهم مشكلة أمريكا ضح 11 سبتمبر يعني 4 ألاف من المواطنين خاميني ما عنده لكن أبو سعد أنت تقول أمريكا ضحت 4000 من مواطنيها منصب قاسم سليماني بالمنطقة خصوصا سيطرت على سوريا والعراق ولبنان واليمن سيطرت على الحوثيين سيطرت على الميليشيات والحكومة بالعراق بشكل كامل سيطرت على سوريا وبشار الأسد والميليشيات والحرب التي تدار هناك سيطرت على اللبنان بشكل كامل يعني شخص قاسم سليماني بالنسبة إلى إيران هو القشة التي قسمت النظام وكفت تحدى مثل ما يقولون خلينا يقول لك نقطة يا المسألة الآن الشعب العراقي قلب المعادلة رأساً على عقل نعم صحيح فالآن المخرج الوحيد لهم أن يسوون يعني شي يعني خارق للعبة العادية هم يقولون غوانين اللعبة تغيرة لأن الشعب العراقي الآن قلب الطاولة على المحتل وعلى هذا فهم لا بد الآن ما يغيرون اللعبة رأساً على عقل حتى بالنسبة لها مني يعني ممكن الثانين اللي معاه في هذا ما يدرون أنه يعني في لعبة هي في لعبة أنت عارف أنت المسألة فتخذ اللي في بالي هم الآن داخلين في مخطط جديد ستضرب حتى يعطون إيران مبرر أنها تضرب المصافي أو هذا في الخليج فتاة أمريكا فتحت المنطقة الخليج بس بالدفاع كمبرر ومن هنا يحاولون يحاوطون ثورة العراق إذا نجح الثورة بالعراق فنقلب الشحر الشاحر ليس فقط على المحتلين في العراق بل النظام العالمي القديم لقاء مساثاً على عقاب الحرب العالمية الأولى والثانية نعم عفونا نعم شكراً شكراً جزيلاً لك أبو سعد لكن أبو سعد نقطة مهمة جداً الجميل في ثورة التشرين وهو وعي الشباب العراقي عندهم إدراك كبير جداً على رغم أنهما صغيري السن على رغم أنهما شباب على الرغم أنهما ما شافوا حياة بشكل عام ما شافوا شيء اسم حياة كل اللي شافوا الشباب اللي الثائر هساً بالعراق مع احترامي إلى كبار السن وإلى أمهاتنا الموجودات في ثورة التشرين وفي ساحة التحرير وساحة حبوب وساحة التظاهر لكن الشباب الثائر اللي هو عامود ثورة التشرين وعي إلى هذه الحركات هما ما همهم إيران بر بر بغداد تبقى حرة وإيران بر بر الناصرية تبقى حرة وإيران بر بر كربلة تبقى حرة وباقي المحافظات والمدن العراقية نفس الشعار إذن هما ما همهم اسليماني أو من يمثل اسليماني أو من يمثل الحكومة والميليشيات بالعراق هم همهم أن العراق يرجع الأهله فإن شاء الله يكونوا نوعيني لهذه النقطة أسماء من ديالة حياتي الله السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام شكرا تحية لكل خادر للقناة طبعا أستاذ أصلي صحيح صحيح الشباب ما شكنا شيء من هذه الحكومات اللي حكومتنا 16 سنة نعم أستاذ أصلي هم يعني ما شكنا شيء بس يعني يعني ما نقول يعني ما شكنا من حياتنا شيء يعني مستقبل إلا منو эту هذه الحكومات وهؤلاء المجرمي اللي انكتلوا اليوم قان يستغرض من كلام رئيس الجمهورية أو ضرحة الصالح أو محمد الحلبوسي يقولون انتهاك يعني مقتل هؤلاء انتهاك لسيادة العراق لأن العراق هالناس الأبرياء اللي يموتون لا لا أخت أسماء خلينا نكون واقعين هو انتهاك الفعل اللي صار بدون إرادة الدولة هو انتهاك لسيادة لكن متى عندما تكون الدولة ذات سيادة طبعا ذات سيادة الدولة ما قالها سيادة لأن استاذ أثر احنا هاجمين تهجرنا نزحنا شفنا بظلم شفنا العذاب من وراء هؤلاء ليش يوم ما سمعنا كلام من هؤلاء من ضرحة الصالح أو من غيرها محمد الحلبوسي أو غيرها ليش يعني ما شفنا تصريح أو شيء احنا لحد الآن نازحين من وراء منو استاذ أثر من وراء هؤلاء اللي قتلوا اليوم هادي العامري ظلمنا بدياله ظلمنا قيس الخاف عليه ظلمنا هواي يعني من وراء هؤلاء احنا تهجرنا احنا شفنا الويل شفنا الظلم استاذ أفل هواي هواي كلامه هواي أكوب قلبنا احنا قلبنا يعني يعني أنا واحدة من الناس ما شفت شيء بالعراق يعني ما شفت مستقبل بالعراق يعني مدرستي دراستي راحة يعني هاي أكبر ظلم من وراء هؤلاء اللي شفنا اليوم والله ما نقول يعني فرحاني نقول الله أخذ حقنا وإنشاء الله بالأيام الجاية حقوقنا هم متروح شكرا 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 إليش أخوة أسماء ساعد من الكويس السؤال أخ ساعد تتسأل على قاسم سليماني وأبو مهند المهندس عده في جواز عراقي لو لا هو نص البرلمان مالتنا ما عنده جواز عراقي أو نص البرلمان مالتنا عنده جواز عراقي بس عنده جواز الثاني اللي هو إنجليزي فرنسي ألماني هندي سويدي إيراني وساعة الساعة ينهزم حال حال فلاحظ السوداني وغيره لأنه عنده جنسية ثانية تحمي ويوقف بوجه القانون وبوجه الدولة اللي هو مثلها ويقولهم أنا مواطن دولة ثانية أنا ما لعلاقة بكم فهذا السؤال يعني مفروغ منه الشغلة الثانية قلت اثنين قلت له أحب أعرج على ما قال السفير الإيراني بالعراق إيرج مسجدي يقول صارت الإجراءات لازمة لنقل الجثث إلى إيران يعني رجعوها إلى مكانها الأصلي لأنهم مو عراقيين وأنه عملية اغتيال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس تمت بهجوم صاروخي أميركي استهدى في الموكم أثناء توجهها من مطار بغداد إلى مركز العاصمة العراقية بغداد وأكد إيرج مسجدي مقتل عشرة أكد إيرج مسجدي السفير الإيراني بغداد أكد مقتل عشرة بس الأسماء منه أكو ترجيحات أكو أنباء غير مؤكدة المؤكدة ثلاثة قلناهم السليماني والمهندس ومحمد رضاك البقية منه السبعة الأيام رح تكشفهم فاصلك سير ونرجع لكم مشاهدين الكرام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر كان هذا الاحتفالية خلي نسميها خلي نقول هتافات خلي نقول تظاهرة قيس هادي إجاكم السرة هم الشعب العراقي كل هاي الوجوه بين قوسيا وتحتها ألف خط الكالحة اللي كانوا حفاي اللي كانوا انتشرين بين الدول واللي باسوا رجلين المخابرات الأجنبية لتدمير هذا البلد هم مرعيديهم لا يردون هادي العامري ولا قيس الخزعلي ولا المهندس ولا سليماني ولا نور المالكي ولا حيدر العبادي والقائمة كلش طويلة لأنه خونت البلد نعرفهم صار لهم 13 سنة قاعدين بالبرلمان وبالحكومة وبرئاسة الجمهورية نعرف كل من باق نعرف كل من حافي إجا لهالبلد وشون صار نعرف اللي كان يبيع سبح ونعرف اللي كان يبيع كبة ونعرف اللي كان حملة دار أكو بهم أغنياء واحد يحجي ضميرة بس هم نعرف اش سووا نعرف اللي ما حمى أهله ونعرف سياسيين السنة اللي وصفهم دكتور مثنى حارث الضارئة من عام هيئة علماء المسلمين أنهم كاللئام أو كاللئام على مائدة الذئام لأنه عفوا كالأيتام على مائدة اللئام لأنه سياسي السنة لهم الباع الأطول واليد الطولة لتدمير مناطق السنة ولتهجير أهالي السنة ولعدم إعادة أهالي السنة من مناطقهم المهجرة ولطول بقاء المهجرين في خيام النزوح وفي مخيمات النزوح وعدم معرفة المختطفين وين هم ولي قبل كم أسبوع كشفت لنا مقبرتين جماعية مريم من الكويت حياة شاء الله الله يحييك أستاذ مستاذ أفن حياة شاء الله أختي تفضلي أنا فرحانة فرحانة جدا يعني الخبر سمعت الصبح يعني ما توقعت يعني الله سبحانه وتعالى ياخذ هذا الطاغية نا هذا اللي دمر العراق هذا اللي جاي يبني يسوي انقلاب الحكم ويأخذ العراق خبنا الله ونعم الوكيل عليه إن شاء الله في جهنم كلنا فرحانين والله العظيم ما تتصور أستاذ العزيز شنو الفرحة جايز أنا كله كيك نبعد العمري والهادي معاه وأتمنى يكونوا من ضمن القتلة دعوات المظلومين أنا في مداخلة كنت معاكم من فترة كنت دعيت عليه ياربوا تصلى عليه واحد يرمي برصاصة والحمد لله الله سجاب الدعاء والله إحنا فرحانين وقيت نبيتكم يا شعب العراق نبيكم تكونون مرتاحين تتخلصون منها الطقمة الفاسدة وهذا برهم صالح هذا شنو الكلام اللي قاعد يقوله عيب مدى عبد المهدي صالح الكلام هذا شنو يقوله كيك سيادة ومسادة ما هو الرجل اللي تي بطيارة ينزل من أنتك بالعراق وين الحكومة؟ ما في حكومة توقفها المجرمين نا ليش؟ ما ويجي من الطيارة على طول ينزل وروح يتخل على كيف كيف ويحصل شعب العراق؟ لا شعب العراق ما يسمعيك أصلاً يا أخي يا مجرم الله ورانا فيك عجائب قدرته اللي تقطع تقطع جدام العالم يا رجل أنا أكون جبك وأقطعت مع الزيادة الله يأخذك أخمص عزيز المقتد عند رب العالمين إن شاء الله في جهنم وبأفل قرار ويشكرك سيد أبن لابتني بفرصة أني أتكلم نا شكراً شكراً لأخوة أب مريم من محافظة النجف ثامر نعم حياك الله أخ ثامر السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام والرحمة والإكرام تفضل أخوي والله أنا عمي الشعب العراقي والأمة الإسلامية كل هاي بها الفرحة نا وبموات هذا المدرد نا اللي شارك بكثير جثنا الشعباء وخاصة ثوات العشرين نا وهاي بعد حوضة جسمة دماء الشادة وبشر قاتل بالقتل نا وإن شاء الله الباقي حياك الله حياك الله أخويا شكراً شكراً جزيلاً إليك عودة من السويد حياك الله أخذ عودة يا أهلاً بيك أعيرني أهلا بيك همه أولاً أنا أحب أعري أشكركم على ما قاعد تتوونه وما تقدمونه وأنا من متابعيكم جداً نا متشابف هاي أول شغلة ثاني شغلة أنا جيتاً جداً فرحة بمقتل دولي الخايثين الخوانة نا وأحب أقول همينا شغلة للأسف على القنوات الأخرى اللي مطلعين هدولي الخنازير مطلعيهم كشهداء وهم خنازير لعبوا بينا طواباً نا أخو تعودة يبدو أنه انقطع الاتصال ويا الأخو تعودة محمد من هولندا عليكم السلام الرحمن والإكرام أخويا طبعاً اليوم مبتد إفندي يستنكر القتل سليماني والمهندس وهذه الجمهورة الإسلامية ويتوعد ترجوع فيلق الجيش المعني نعم يعني ما حركت على الشهداء الراحة والجرحة هسه يلا سكتب داهراً وانطع كفراً يعني هو هذا موتد العني يوم احنا فرحانين وهي تحية لما هات الشهداء قدرتاحهم هذول قتل المجربين قتلوا ناس وعجروا ناس وقتصبوا نساء فمن قتلوا يقتلوا عن بعد حين والتحية قرون تكون شكراً 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 لك أخ محمد أخ محمد يعني أنت تقول ما حرك نفسه على مدى المتظاهرين أو الشهداء اللي صارت في ثورة تشريم ليش هم كلهم ذولا كلهم هيت شلمهم كلهم حطهم بقاعة وحدة حركة وشعرة من راسهم على الأطفال اللي ماتوا بعبارة الموصل نتيجة سوء إدارة واحد بالميليشيات بالموصل طفل داستة دبابة من دبابات الميليشيات والله شنو مشتبه إنه واحد من نقرباء من تنظيم الدولة طفل واحد حتش وقال هذا طفل حرام ينكتل في أقسى أقسى أنظمة العالم ما حسب شخص على جريرة شخص آخر اللي أبوه مجرم ما تحاسب هذا ابن الأسامة بن لادم مو بلندن عايش شو ما حسبه وقال له لأبوك أبو تنظيم القاعدة ليش لأنه ما يحاسب على أفعال شخص آخر داك اختار درب هذا اختار درب طفل داستة دبابة واحد ضربوا بتشواكيتش واحد قصوا إذنه واحد شرحوا على الهمر واللي عذبوهم واللي يديه لثلاث قص قصة من الإحجار الحار بلاوي يسواوا بالعراق شو ما تحركت مشاعرهم مثل ما تحركت على أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني عندي اتصال عفوا أبو فاطمة من النجف حياك الله الله حيك أخي أفهل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة ولكرام حكي عندنا يعني أنواء خبر وصلنا بالنسبة لأسماء الذين قتلوا في هذه ثمان ثمان أسماء عندي أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني وسامر عبدالله صهر عماد مغنية وصهر كذلك قاسم سليماني ومحمد رضا جابري مدير تشريفات الحشد بالمطر حسن عبدالهادي من الحشد الشعبي محمد الشيباني من الحشد الدعم الشعبي حيدر حيدر علي كذلك ثمان أسماء وصلت هذا اللي عندنا ويعني إن شاء الله تكون نعم قلت لك أبو فاطمة قلت لك في بداية الحلقة وفي تغطياتنا الترجيحات تقول ثمان أشخاص قتلوا في الهجوم أرج مسجدي السفير الإيراني ببغدادي يقول لا اللي انكتلوا عشرة لكن التأكيدات فقط على ثلاثة لحد الآن التأكيدات الرسمية اللي هما محمد رضا نعم نعم صحيح مسليماني والمهندس نعم صحيح لأن إعلان الأسماء يعني مشكلة بالنسبة لهم مشكلة بالنسبة ليران كذلك لحزب الله في لبنان القضية أخي ليست سهلة الإيران تورطت ويعني نحن نناشد كذلك الإدارة أمريكية وكذلك نناشد الجامعة العربية بأن تحمي كذلك السجناء في العراق نحن نخشى من انتقام من هؤلاء ضد الأبرياء اللي موجودين في الجن نحمل الوزير العدل ووزير الداخلية وكل من له سلطة نحذر بصراحة لأن ما يحدث الآن فوضى ما يحدث الآن نحن بعيدين نحن العراق أخي يعني يعني ما معقول الآن هذا الإجرام وهذه عدم المسؤولية من قبل إيران في العراق على شنو أخي هذه السفارة سفارة باردة طول سفارة الولايات المتحدة سفارة مدنية أنتوا جايين تعملون هذه الفوضى وهذا يعني على إيساس عندكم مشكلة معهم روحوا خارج العراق يعني ما كفانا هذا الإجرام وهذا القتل وهذا الأسلحة يعني هذا صار أكثر من 16 سنة ويزيد فإن شاء الله يعني الخير قادم بإذن الله وأشكرك أخي أفل شكرا شكرا إليك أبو فاطمة أتحول من الاتصالات إلى الواتساب لأنها كثيرة جدا وأحاول أقرأ أكبر قدر منها أول رسالة عندي تقول أستاذ أفل والله العظيم جوارين من صدمة الفرحة فقد بصرة لا إله إلا الله وأرجو قراءة الرسالة نادية من بغداد رسالة أخرى تحية أفراح ومسارات لقناة الرافدين الشريفة على النشمي من النمسة تحية لقلوب أمهات الشهداء لقد أثلج صدورهن بعد أثلج صدورهن بعد سماع خبر المجرم سليماني اللي دمر قلوب الأمهات الشريفات الطاهرات اللواتي أنجبن هؤلاء الشباب البررة وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين هذا ما حصل هنيئا للشعب العراقي الاشتثاث كبار الإجرام القتل سليماني والمهندس وهذا غيظ من فيض والقادم أفضل ليطمئن أبناء شعبنا العظيم فأنتم على موعد مع النصر فهو لكم إيمان النشمي من النمس أيضا السلام عليكم هذا يوم سعيد أحسن شي سوى أمريكا هو قتل المجرم سليماني لقد أثلج قلوبنا هذا الخبر تلقيناه بأول اليوم قضيناه هذا اليوم بسعادة أما من يبكي عليه ويتبعه فليذهب لإيران ويعيش بكنفها ويترك العراق لمحبيه رسالة أخرى أهن قناة رافدين بقتل المجرم قاسم سليماني ومجرم أبو مهد المهندس وين يروح حق الشهداء وين تروح صرخة أم الشهيد الله ياخذ حق كل عراقي شريف الله لا يرحمهم الفاسدين والمجرمين الكفار إيران أشكر كل كادر قناة رافدين عظيمة فاتن من ألمانيا السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم تحية حرة إلى الثوار أقول لهم النصر قريب وأول نصر هو وقتل سليماني والنصر الثاني هو إسقاط الحكومة الفاسدة والنصر الثالث هو تحرير العراق من الخوانة نوار من هولندا تحياتي لأحلى قناة اللي كانوا ينشرون صور الشهداء ويدعون لمحاسبة الطرف الثالث اليوم نفسهم جاي يشوفوهم يترحمون لسليماني ويصفون بالشهيد وبعد شوية يسمون ابن الحسين طلع تصعيدهم ونعيهم على الشهداء على مود كم لايك لو على مود أسيادهم يركبون بهم الموجة رسالتي للشهداء قسما دموعنا كانت صادقة فلا حزن يشيب قلوبكم قد سقط المنافقون بأول هزة تحياتي أخوكم سعدون هادي أبو حسن من ذيقار قضاء العمايرة رسالة أخرى الانتقام سوف يكون على ساحات الاعتصامات وعلى يد العراقيين أبو عمر من بغداد رسالة أخرى شكرا لقناة الرافدين رسالة أخرى لم يظهر لحكومة إيران أي نعي لأبو مهدي المهندس فقط للخنزير سليماني السبب حتى إيران لا تعترف بما يخون وطنه دكتور أبو صدام الولايات المتحدة الأمريكية رسالة أخرى السلام عليكم أبارك للشعب العراقي الله يبين الحق على الباطل من أبو حسين من قضاء الأحواز العربي حياك الله السلام عليكم الحمد لله على قلتهم هم الذين خربوا العراق على قتلهم هم الذين خربوا العراق على فساد السلام عليكم تحية طيبة لقناة الرافدين صوت الحق اليوم تخلصنا من نذل فارسي وبإذن الله حوبة دماء الشهداء سوف يزالون كما يزال الجليد لا أمريكا ولا إيران العراق يبقى في الميدان تحياتي أخوكم الثائر رزاق شنيع مزيد من ذيقار المشلبية السلام عليكم اسمي سارة من الأنبار نحكي على شغل القاسم السليماني هو اللي دمر العراق حول إلى نار جهنم وإلى جهنم وبئس المصير اللهم لك الحمد والمنعام النصر وتمكين لأهل الحق في كل بقعة في العالم رب العز وجلال يمهل ولا يهمل تمنياتي للعراق السلم والأمان والحمد لله شكر العراق خلص من إرهابيين اثنين هما قاسم السليماني وأبو مهد المهندس الإرهابي رسالة أخرى اللهم اضرب الظالمين بالظالمين واخرج الأهل العراق الأحرار من بينهم سالمين بشر القتل بالقاتل ولو بعد حين أبو حسن من الأردن السلام عليكم قاتل السليماني والعمير المهندس إلى جهيم وبئس المصير أحيي الأخوة في ساحات التحرير بكل مدن العراق الأخوة المتظاهرين هذا النصر يحسب لكم واصلوا وربي يحفظكم ويحفظ العراق من كل شر وتتحرر العراق من شر إيران أخوكم عبدالله العازمي من الكويت رسالة أخرى السلام عليكم أنا أم علي من السماوة إن شاء الله نخلص من إيران والله اليوم فرحنا بهذا الخبر السلام عليكم عمر عبود من بغداد بالنسبة لنفسي أنا جدا فرحان بمقتل السليماني وبالنسبة لوقت قلق على وضع العراق لأن أميركا ضربت السليماني بالعراق وقلق من إيران تضرب أميركا بالعراق وهيش إحنا العراقيين رح نضرر بس إن شاء الله صامدين ومنصورين ومستمرين بالدعم اللوجستي وأبطال القنابل المسيلة للدموع رسالة أخرى ياسين الاعتبي من العراق لا شمات بمن ذهب إلى مذابل التاريخ وإنما إنها أبراد حرقة القلب لدى الكثير من العراقيين ولكن يوجد هؤلاء الناس حزنوا على فقدانه لأنهم كانوا ذيول أكل من فضاء السليماني لكن نقصت الفرحة لو كان مقبورين على أيدي عراقية لكانت الفرحة تامة والآن الحمد لله على فقدهم ياسين الاعتبي أكثر من 600 شهيد من شهداء أبناء المتظاهرين السلميين الأبرياء وأكثر من 15 ألف جريح وأكثر من 8 ألاف معواق لم نلاحظ هذا الحزن على وجوه بعض العراقيين الذين يتباكون اليوم على مقتل شخصين إرهابيين من أعتاعتات الأرض يكفيهم ذلة ومهانة أن يموتوا على أيدي ظالم مثل ترامب أبو أوس من تركيا هذا مو بس قتل تمثيل من أرضه كلهم يطلعون شلع قلع سلام عليكم تحية لك أخي أفل وإلى كادر قناة رافنين حبيبة على جهد المبذول والتألق المستمر ألف تحية إلى كل أسود المرابطين في ساحات الاعتصام أسأل ربي أن يحفظهم جميعا أخواني أخوكم من واسط معكم قلبا وقالبا ابن المولى حياك الله حسبي الله ونعم الوكيل على إيران ودماء الشباب طلعت حوبتهم إن شاء الله العراق يبقى شامخ رسالة أخرى عني جاسم من العراق أخوي أفل الغالي الحمد لله هذا فضل الله يؤتي ما يشاء يبشرون أخوي هذه العامر الخنزير هل صحيح معتقل لدى الأمريكان لا يوجد تأكيد لأي خبر لهذا الشيء لكن أكو أنباء عن هذا الخبر مقتل اسليماني هو بداية التصادم للمحتلين الأمريكي والإيراني على مصالحهم في السيطرة على ثروات العراق على الثوار الاستمرار في ثورتهم السلمية والحفاظ عليها من الالتفاف عليها من التيار الصدري الخائن رسالة أخرى السلام عليكم عبدالخالق الناصر أشكر قناتكم الرائعة الكريمة انتهى دور وهنا نرى عجاب الله في الظالمين حيث يضرب بعضهم ببعض سليماني كان سببا في قتل الملايين من المسلمين خدمة للصحيونية والآن جاء دوره الحمد لله ربنا يحمينا وينتقم لنا إيران شردت آلاف المسلمين في العراق وسوريا واليمن والآن جاء دورها لكي تتشرد هي أيضا وتعاني مثل الشعوب العربية الدور قادم على خونة العراق إن لم تكن بالحق آخر رسالة دموع الثكالة والأرامل والأيتام ليست أين على الله اللهم خذهم أخذ عزيز المقتدر اللهم أرينا فيهم عجائب قدرتك تحية لقناة الرافدين البطلة وكل كادرها أسماء عبدالله من الإمارات الرسائل الأخرى كثيرة جدا أعتذر أعتذر منكم مشاهدين الكرام ما راح أقدر أقراها الوقت انتهى أعتذر من جميع المشاهدين اللي داي حاولون يتصلون وماذا يقدرون لأن أيضا الوقت انتهى نلتقيكم على خير بحلقة جديدة باتشرب برنامج صوتكم موضوع جديد في أمان الله اشتركوا في القناة